يمكن لأي دولة في حالات غير استثنائية أن تراقب وتدقق في لوائح العابرين إلى أراضيها تمنعهم أو تسمح بدخولهم لكن كيف يمكن أن تراقب وتتحكم في من يغادرون أراضيها؟ سؤال وجدت أكثر من 90 دولة عبر العالم إجابتها فقد تنجح في الحد من ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وانطمامهم إلى داعش لكن يبدو أنها لم تفلح حتى الآن في ذلك فقد أظهر تقرير للمركز القومي الأمريكي لمحاربة الإرهاب ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب في سوريا إلى أكثر من 20 ألف قادمين من 90 دولة بقيت الدول العربية كما في التقارير والأرقام السابقة متصدرة توزيع المقاتلين الأجانب بأكثر من 12 ألف لتونس الحصة الكبرى منها بأكثر من 3 ألاف تليها السعودية بنحو 2500 ثم الأردن بألفين والمغرب بأكثر من 1500 أرقام تتجاوز منفردة عدد المقاتلين القادمين من الدول الأوروبية مجتمعين حيث لم يتجاوز عددهم 3800 أي ما يمثل 20% تقريبا من المقاتلين الأجانب صحيح أن المركز القومي الأمريكي لمحاربة الإرهاب يقول إن العدد لم يرتفع بشكل كبير بالمقارنة مع آخر الأرقام المتداولة لكنها تبقى مقلقة فأرقام الظاهرة تجاوزت وبفارق كبير معدلات التحاق المقاتلين الأجانب في عدد من مناطق الصراع على مدى العشرين سنة الماضية ففي أفغانستان التي كانت أكبر قبلة للمقاتلين الأجانب لم يتجاوز عددهم 5000 أو حتى خلال الغزو الأمريكي للعراق الذي كان دافعا كبيرا لكثيرين للتوجه إلى بلاد الرفدين والقتال ضد القوات الأمريكية أرقام جعلت قادة العالم يبحثون في كل محفل يجمعهم عن سبل وقف تدفق المقاتلين من بلدانهم إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط كان من الصعب على مؤسسات هذه الدول التحكم في طرق تجنيد مواطنيهم والتي تعتمد في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بعضها يحاول التدخل قبل أن تتفرع بذرة التطرف داخل مجتمعاتها بمراجعة البرامج التعليمية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع أما البعض الآخر فلا يملك سوى التدخل في مرحلة ما بعد التجنيد بمحاولة منع تنقل المقاتلين عبر تجديد إجراءات الرقابة على السفر وتبادل المعلومات الاستخباراتية لكنها في المجمل سياسات غير كافية للقضاء على ظاهرة تجنيد المقاتلين حسب كثيرين ما لم يتم القضاء على التنظيم الذي يستقطبهم